ونروح من الأجوال الأوروبية للحدث الأهم اللي هياخد مننا كل الاهتمام بداية من المهاردة لحد يوم الشميس اللي جاي مواجهة منتخبنا مع منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصويات كاس العالم مباراة أكيد ليه أهمية كبيرة جدا يعني نتكلم عن جيل حالي من اللعبين والجاز الفني طبعا بقيادة الكابتن حسام حسن عندهم طموح كبير جدا لتحقيق يعني مش هنقدره الإنجاز والصعود ولكن إن احنا نكون منوصل وبنصعد لكاس العالم في النسخة القادمة حتى الآن معنا ست نقاط موجودين في صدارة ترتيب المجموعة والفوز أمام بوركينا فاسو ثم الفوز على جينيا بيساو أكيد هيكون بيقربنا بشكل كبير من التأهل وإن شاء الله بدون ما نحط نفسنا تحت أي ضغوط في بقية مطشاة التصفيات اللي هتكون في عام 2025 الحقيقة إنه طول الوقت ومنذ تغيير شكل وعدد المنتخبات اللي بيتم تأهلها ومشاركتها في كاس العالم ومن ضمنها طبعا قارة أفريقيا وحصتها من المنتخبات وصلنا لتسع مقاعد ونصف البعض بيشير إلى إنه خلاص أصبح من السهل جدا بالنسبة لمنتخب زي مصر إنه هو يكون بيصعد بسهولة وبإرياحية عن مجموعته بالتصفيات ما تكونش فيها أي مشاكل ودي حقيقة يعني ما نقدرش نكون منتجهلها ولا نقول لا الموضوع صعب جدا على منتخب مصر ده بسبب التاريخ بسبب الإمكانيات بسبب إنه إحنا يعني دائما وأبدا بنعود حتى لو في الوقت ضايع بالرغم إن تاريخنا مش كبير جدا من المشاركات ولكن بنشوف إنه إحنا طول الوقت بتنافس لآخر لحظة من أجل بطاقة التأهل لكاس العالم ده طريق وطريق التفكير لازم الواحد يكون بيركز فيها ولكن الناحية التانية برضو ما ينفعش عشان عدد المقاعد زاد الواحد يبدأ يحس إن الموضوع بقى سهل وإن منتخب مصر طبيعي إنه هو يكون بيتأهل وإن الموضوع مش محتاج مجهود حيان المنتخبات الأفريقية في الفترة الأخيرة والطفرة الكبيرة جدا اللي إحنا شفناها واللي مش بنقولها وخلاص بتشهد عليها النتائج نتائج خلاص كانت لسه من كام شهر تابعناها في نسل التكاس أمم أفريقيا في كوتفوار وإزاي المنتخبات العربية اللي هي المفروض إن هي الأفضل بالورقة والألم وبالتاريخ تم إقصائها في أدوار مبكرة مش عايزين نقارن ما بين منافسات الأندية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في كأسة كونفدرالية لإن الوضع مختلف بقصة المحترفين فعلا اللي بتعمله بعض الدول وبعض الاتحادات فيما يتعلق بإرسال لعبتها في سن مبكر إلى أوروبا وإزاي بيستفيدوا منهم على المدى القسير وعلى المدى الطويل حاجة لازم نكون نبص لها ونشوف إزاي نقدر نكون نتطبقها بشكل أفضل في الفترة اللي جاية لإن آه إحنا بنملك محترفين ولكن شكل المنتخبات اللي إحنا بنلعبها بالرغم إن تاريخهم مش كبير قوي ولكن يبدو إن هم شغالين على صناعة الكرة بشكل مبهر جدا جدا وبقى لهم سنين شغالين علشان نوصل إن احنا نشوف بعض المفاجآت بتحصل ونتائج غير متوقعة من منتخبات هي المفروض بعيدة أو مش موجودة على خريطة الكرة الإفريقية بتقدر إن هي تحرج منتخبات أكبر منها بتقدر تخرج منتخبات أكبر منها من بطولات ومنافسات فلازم يكون فيه ثقة طبعا في النفس وإن احنا حاسين إن احنا لقريبين وبخطوات ثابتة نقدر نكون بنضمن التأهل لكاس العالم ولكن لازم نحط في عين الاعتبار إن الكرة بتقبل وبشدة المنتخب المجتهد بتقبل الاتحادات التي تجتهد وبتشتغل على مصلحة المنتخباتها الوطنية بتقبل أي لعيبة بتكون بتموت نفسها وبتستحمل غربة وبتستحمل إن هي تسافر بلد حتى لو لا تتقن اللغة بتاعتها إن هي تكون بتكمل مسيرة هناك وتتحسن وتشتغل على نفسها وبعد كده ترجع تمثل تيشرت منتخبها الوطني فكل ده لازم نكون من نتقبله إن هو بقى ليه دور ومهم جدا في تحديد خريطة كرة القدم على المستوى الأفريقي وده اللي شايفينه بيحصل فعلا على أرض الواقع أكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني مهمة لا تبدو صعبة ولكن لازم برضو نحط في عيننا الاعتبار إن المنافسين مش هيقولولك يلا اكسبنا يلا ما انت التريح فصالحك ففوز علينا بقى بالمرة كمان في التصفيات دي لا هيكونوا بموتوا نفسهم وهيكونوا شافوا للأسف فيه الكام سنة اللي فاتوا بعض الماتشاط اللي منتخبنا ما ظهرش فيها بشكل جيد وخرج من منتخبات أقل منه أو خسر في التصفيات من منتخبات مش هي الأفضل فالكل بقى طمعان في الكرة دلوقتي وطمع مشروع جدا 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 فلازم نحترم كل منتخب ونكون عامين حسابنا إنه ما فيش بطولة سهلة ولا في تصفيات سهلة ولا هنكسب لمجرد إن احنا منتخب الفرع تاريخ محترم جدا جدا دينا ولكن دلوقتي في منتخبات بتصنع تاريخ لنفسها لازم نكون من احترم هذا المجهود داخل أرضية الملعب